الموت علي نحق وقد رحل هذا العام العديد من النجوم في مرحلة الشباب وسوف نستعرض معكم أبرز الفنانين الذين رحلوا في مقتبل العمر الصورة الأولى معنا للفنانة والإعلامية شرين الطحان وشرين الطحان من موليد القاهرة في يوم 5 يونيو في عام 1976 وتوفت يوم 7 أبريل في عام 2023 عن عمر 46 سنة وقد رحلت شرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان وخلال مسرتها الفنية القصيرة قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل رمضان كريم مع الفنان سيد رجب والفنان سلوى عثمان الفنان مصطفى درويش وهو من موليد مدينة السادس من أكتوبر في يوم 11 يناير في عام 1980 وتوفى في يوم 1 مايو في عام 2023 عن عمر 43 سنة وقد رحل بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وخلال مسرته الفنية قدم العديد من الأعمال التلفزيونية الهمة ومن أبرز هذه الأعمال دوره في مسلسل فوق مستوى الشبهات مع الفنانة يسرى والفنان سيد رجب وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل سر الباتع مع الفنان أحمد صلاح السعدني والفنان حسين فهمي وأزيع هذا المسلسل في رمضان الماضي الفنان السوري محمد قنوع وقد ولد في دمشق في يوم 26 سبتمبر في عام 1973 وتوفى يوم 22 أبريل في عام 2023 عن عمر 49 سنة وقد رحل بعد أن أصيب بأزمة قلبية ومن أشهر مسلسلات الفنان محمد قنوع دوره في مسلسل باب الحارة كما أنه كان يعتز بدوره في هذا المسلسل وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل العربجي والذي تم عرضه في رمضان الماضي وقد نال هذا المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه الفنان أحمد أنديل وهو من موليد الأسكندرية في يوم 1 أكتوبر في عام 1987 وتوفى في يوم 5 يوليو في عام 2023 عن عمر 36 سنة وقد حصل أحمد أنديل على بكالوريوس نظم ومعلومات في عام 2008 وقد توفى أثر تعرضه إلى نوبة قلبية وقد توفت والدته قبل رحيل بعضة أشهر مما أدى إلى إساءة حالته النفسية والصحية وبعد أن أنهى دراسة الجامعية أراد أن ينمي موهبته فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 2012 وقدم العديد من المسلسلات التلفزيونية واشترك بأدوار سانوية ومن أبرز أعماله الفنية فيلم وقفة رجالة ومسلسل عد تنازلي ومسلسل الاختيار الفنان أشرف مصلحي وهو من مولد القاهرة في يوم 23 أبريل في عام 1974 وتوفى يوم 17 سبتمبر في عام 2023 عن عمر 49 سنة وقد رحل بعد معاناة طويلة استمرت عدة سنوات بسبب إصابته بمرض سرطان المخ وقدم الفنان أشرف مصلحي العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال مسرته الفنية وكانت بداياته السينمائية من خلال فيلم الأبواب المغلقة وكان آخر أعماله الفنية مسلسل الطووس مع الفنانة سميحة أيوب والفنان جمال سليمان وصهر الصاير وتم عرض هذا المسلسل في شهر رمضان المبارك في عام 2021 والفنان أشرف مصلحي هو زوج المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة ظهرة العلاء والمخرج حسن الصيفي وله منها أربعة من الأبناء الفنانة الكويتية جواهر وجواهر اسمها الحقيقي منال المسفر وهي من موليد يوم 4 نوفمبر في عام 1977 وتوفت في يوم 1 نوفمبر في عام 2023 عن عمر 45 سنة وقد رحلت الفنانة جواهر بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة وقدمت خلال مسرتها الفنية العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل الحب المستحيل كما قدمت دورا مميزا في مسلسل الشحرورة مع الفنانة كارول سماحة والفنان إهاب فهمي في عام 2011 كما تألقت أيضا في مصرحية عائلة آدم مع هود حسين وعبد الرحمن العقل الفنان السوري شادي زيدان وهو من مولد دمشق في يوم 1 يناير في عام 1974 وتوفى في يوم 24 فبراير في عام 2023 عن عمر 49 سنة وقد رحل أثر تعرضه إلى نزيف في ألمخ وقدم خلال مسرته الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل باب الحارة والذي شارك فيه بدور هلال وكانت آخر أعماله الدرامية في رمضان الماضي من خلال مسلسل زؤاء الجن الفنان والمطرب شريف شاكر وهو من موليد 3 فبراير في عام 1987 وتوفى في يوم 10 نوفمبر في عام 2023 عن عمر 36 سنة بعد الصراع طويل مع مرض سرطان الدم وقد حصل شريف شاكر على بكالريوس نظم ومعلومات ولكن كانت دائما ميولو الأكبر للفن وقد درس وتدرب في دار الأبرى المصرية وانضم بعد ذلك إلى فرقة نغام شرقي والذي قدم من خلالها العديد من الحفلات وقدم خلال مشواره الفني القصير مجموعة من الأغاني المميزة وقد نالت هذه الأغاني على إعجاب العديد من الجماهير وقد سادت حالة من الحزن والأسى بعد وفاته بين جمهوره عبدالله حسن يوسف وهو الإبن الأصغر للفنان شمس البرودي والفنان حسن يوسف وعبدالله حسن يوسف من مولد القاهرة في يوم 18 أبريل في عام 1988 وتوفى في يوم 28 سبتمبر في عام 2023 عن عمر 35 سنة وتوفى عبدالله غرقا في الساحل الشمالي وقد شكلت وفاته المفاجئة حزنا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تعاطف العديد من الجمهور مع الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البرودي الفنان طارق عبدالعزيز وهو من موليد سهاج في يوم 4 أغسطس في عام 1968 وتوفى في يوم 26 نوفمبر في عام 2023 عن عمر 55 سنة وقد أصيب بأزمة قلبية حدة أودت بحياته وتخرج طارق عبدالعزيز مع خالد صالح وخالد الصاوي كما أنه من أقرب الأصدقاء للفنان محمد هنيدي ومن أبرز أعماله الفنية في البدايات فيلم أصحاب واللا بيزنس وفيلم سعيدي في الجامعة الأمريكية وقد عانى الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بعدة أشهر من مرض القلب وقام بإجراء عمليتين دعامة للقلب وكانت العملية أسانية له في شهر يونيو الماضي رحم الله جميع النجوم الذين رحلوا في هذا العام ورحم جميع موتانا وموتى المسلمين وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة